يبدأ التبادل بالإرسال المرتفع إلى الجزء الخلفي من الملعب ويستمر التبادل بإبعاد الريشة بالجهة الأمامية لليد والهدف من ذلك هو ضرب الريشة إلى أعلى وأطول حد ممكن من الجزء الخلفي للملعب يتطور سير اللاعب بوجود عامل التحدي بين اللاعبين من أجل القدرة على تنفيذ الخدع بين مرات إبعاد الريشة على سبيل المثال تغيير المضرب إلى اليد الأخرى وإرجاعه وتمرر المضرب خلف الظهر والجلوس أو الوقوف أو اللمس الشبكة بين مرات إبعاد الريشة